الأحزاب لا يهمها ذلك ودليل ذلك أن الآن التصريحات عن وجود ممكن احتمالية صدام شيعي شيعي أو صدام طائفي جاءت على لسان كبار القادة السياسيين لا سيما في المكون الشيعي وهذا يدل على أنهم يدركون قطورة ما يذهبون إليه وبيانات الاستنكار والإدانة التي تابعت استهداف المنشآت والبعثات الدبلوماسية أكدت في جانب منها على الاختيالات واستهداف الناشطين والمدنيين هم يدركون بأن هذا الضغط وهذه الفعاليات إذا ما وصلت إلى حد ممكن أن تزيد من الاحتقان الشعبي ممكن أن تؤدي إلى انفجار أكبر من انفجار التظاهرات التي شاهدناها ممكن أن يلجأ البعض وكانت هناك دعوات للأسف عندما تم تغول السلاح المنفلت على الناشطين والمدنيين كانت هناك ظهرت هناك دعوات وبالطبع هذه دعوات مرفوضة إلى تسليح المتظاهرين وإلى تشكيل مجاميع مسلحة للدفاع عن أنفسهم نعم ما تفضلت به صحيح إذا ما استمر الحال على هذا المنوال ممكن أن نذهب إلى أسوأ من ذلك أسوأ من الصدام المسلح وأسوأ من الحرب الأهلية وأعتقد أن الظروف الآن باتت على حرجة جدا ممكن إذا ما ذهبنا باتجاه وهي الفرصة الأخيرة باتجاه انتخابات أنتجت طبقة سياسية مزورة لا تمثل ولا تعكس قناعات الناخب العراقي أعتقد بأننا سنكون مهيئين للذهاب إلى صدام مسلح